معي من بيروت مرشحة على الانتخابات البرلمانية الإعلامية جاسيكا عزار طبعاً جاسيكا هي مرشحة عن مقعد الأرتوديكسي على لائحة حزب القوات اللبنانية بدائرة المتن جاسيكا مساء الخير طبعاً كلنا بنعرف أنك مزيعة الأخبار الحلوة كتير على تلفزيون الام تي في هيدا الشي ساعدك تشجيع أو حصيتي أنه بالعكس كتر الانتقادات؟ شوف يعني إذا بديك فيه ناس من قصمت يعني فيه ناس اعتبرته أنه أنه هيدا الشي حلو لأنه هنه ناس بيعرفوني ومعودين علي وفيه ناس حاولوا يستخدموا هالشي كرمالي يهاجموني لأنه طبعاً أنا ما عندي أي ملف مليء بالفساد ليتم الهجوم فيي من خلاله علي من خلاله فاستعملوا وظيفتك مقدمة نشط أخبار بتلفزيون الام تي ليهاجموني كوني امرأة مرشحة عن انتخابات فإذا بديك نقصمة الأراء بين مشجع وبين غير مشجع صحيح طبيعي طيب جاسيكا قلت بأنه في قوى بلبنان تغتال الحلم وتخنق الأمل وطبعاً هيدا رح تركزي علي وأنت شو فيك تغيري بس مع وجود هالقوى بلبنان اللي هو للأسف واقع لبناني يعني وكلنا منتمنى تغيره بس رح فيكم تغيره شوفي خانيني اللي لما كنا عم نجمل كل القوى السياسية بلبنان خانقول جزء من هذه القوى هناك قوى تغتال الحلم وليس كل القوى في لبنان هيدا واحد اثنين اليوم أهم شيء أهم شيء اللي أنا عم بنادي فيه بتيلة حاملتي الانتخابية بغض النظر من أي خط سياسي الشخص بده ينتخب ولكن يعطي صوته التفضيلة للشباب على اللائحة للوجوه الجديدة لأنه أنا عندي إيمان أنه اليوم إذا بلشنا بعشر شباب يمكن أو بعشر وجوه جديدة بالبرلمان بنقدر نحن نحدث وراء تغيير بسيط يمكن بالشكل إذا بدك بس خليني أحكي بالشكل ولكن بالمضمون هذا التغيير رح ينسحب على كل المجلس النيابي أولا لأنه وجود الشباب بيشجع الطقم السياسي لحل اللي رح بيكون بالمجلس النيابي على العمل لأننا نعرف أن الشباب عندهم طاقة للعمل كبيرة طمعا رح بيشجع على العمل تانيا إذا الشباب وأنا كل ثقة بأنه الشباب رح ينجحوا بهذه المهمة العشر رح يصيروا عشرين وثلاثين واربعين ورح يصيروا مثل كرة الثلجة اللي عم تكبر وتكبر وتكبر مش أنهيك أنا اخترت أصلا شعاري بالحملة هو قوتنا بشبابنا لأنه أنا بعتبر أنه التغيير مش ممكن أنه يصير إلا من خلال الشباب طيب وجودك على لائحة القوات اللبنانية قلت أنه مشكلة القوة هي اللي بتخرب البلد واللي ما بتسعى للتحسين بس طبعا قوة أخرى اليوم رح تقول أنه هي يمكن شايف القوات اللبنانية كمان من ضمن هذه القوة حسب يعني صحيحة بنحكي عن قوة متنافسة في لبنان وجودك على هاللائحة على لائحة معينة من ضمن القوة الموجودة باللبنان قوة سامير جعجع ممكن يساعد يعني مش يضعفك بس أنه يكون بلس أكتر لحد نازل مش تابع لأي قوة باللبنان أولا بس خليني أقولك أنه أنا مستقلة على لائحة مدعومة من القوات اللبنانية لائحة مثلا بقلب لبنان فيها شخص واحد حزبي اللي هو الأستاذ آدي أبل لمع رح بتقولي لي ولكن هيدا لائحة مدعومة من حزب سياسي طبعا أنا عم جاوبة عم بسأل نفسي بنفس الوقت خليني بسألك أولا أنا بالنسبة لقلي خطأ سياسي لقوات اللبنانية هو خطب يتماشى مع سياستي كمواطنة أو على القليل مع الرؤية يلي أنا بآمن فيها مع لبنان يلي أنا بديه أوكي هيدا واحد اثنين اليوم مش غلط أنه نحنا نكون عم نخوض انتخابات مع أحزاب سياسي كل بلاد العالم محكومة من الأحزاب السياسية مش عايب نحنا وصلنا لمحل بلبنان أنه يه نازلة على قحة حزب سياسي ليه مش نازلة على قحة غير حزبية أنا بصراحة بعتقد أنه التغيير من خلال الأحزاب أهين وأسهل وأقوى لأنه فيه بلاتفورم جاهز بعرف أنه نحنا لدينا تجربة يمكن منا كتير جيدة مع بعض الأحزاب السياسية بلبنان كرمل هيك صار فيه شرخ بين الطبق السياسي والمواطن ولكن اليوم حزب القوات اللبنانية قدم مثل كتير جيد عن كيفية عمل الحزب كونه مؤسسة أو حتى إذا بدي أقلك بالتنظيم يلي عنده يلي هاي واحد اتنين أنا برأيي أن المجتمع المدني في لبنان أنا جزء من المجتمع المدني نحنا تماني على اللائحة سبعة مننا نحنا منا حزبيين حتى الحزب هو جزء من هذا المجتمع ولكن الأشخاص يلي بيسموا حالهم المجتمع المدني في لبنان أنا بالنسبة لي لي ما قدروا يقنعوني ولا مرة لأنه ولا مرة كان عندهم خطة بديلة ولا مرة قدروا يحصلوا على ثقة أو حتى ثقة معظم اللبنانيين لأنه بمرحلة معينة كان عندهم الفرصة ليبرهنوا عن جدية عملهم ولكن هذا المشروع لم يتكلل بالنجاح وشفنا أنه في شريحة من الأشخاص بيسموا حالهم مجتمع مدني كان عندهم مشكلة مع فريق سياسي واحد مش كل الأفريقاء السياسيين كان من هيك برجع بقلك اليوم مش غلط أنه الواحد يكون بقلب حزب سياسي أو مرشح على لائحة مدعومة من الأحزاب اليوم موقع حزب مثل القوات اللبنانية بيعطي مسيحة بلائحته للشباب يلي مثلي بيعطي مسيحة لتلات نساء على لائحة واحدة نحن لائحة فيها أكبر عدد من النساء بكل لبنان طيب فتحت الأنوان لسؤال أخير بكون هذا الحزب عم يعطي كمان فسحة للمجتمع المدني صحيح 111 بتحسي هيدا شيء كتير إيجابي غير أنه وجود طبعا نسوحل ورح يكون ولا مش ضروري عن جد هيدا بيتكل على المرأة وبرنامج المرأة المرشحة وكيف رح تمارس عملها إذا ما رشحت ما سمعت للجزء الأول من السؤال موضوع النساء 111 عم تحكي ذكرت أنت العدد الكبير 111 مهم كتير رح يضيف يعني غير أنه النكهة الخاصة للمرأة ولا مش ضروري حسب كله بس بيعتمد على برنامج والأداء والالتزام والفعل على الأرض مش بس كلشيات آخر تنهار شوفي خليني أقولك طبعا 111 العدد يعني هو لوحده وحالي لحنا خليني نقول أنه قبل ما نحط هذا الأنوان الانتخاب كانوا عم بيطلبوا بالكوتا نسائية اللي ما نحطت أنا من الناس اللي بيأمنوا أنه المرأة ممكن تقوم بدورة بدون الحاجة إلى كوتا نسائية الكوتا نسائية يمكن بتساهم بإرساء ثقافة وجود المرأة بالعمل السياسي المرأة هي إنسان كامل متكامل عندها كل الصفات لتخوض الشأن العام وتكون مشاركة بصناعة ألتراك اليوم ما في شك أنه ترشح عاد هالعدد الكبير من النساء هو تقدم كبير في هذا المجال هو إثبات على أنه المرأة صارت تعرف أنه هي كمين تقدر تشارك ومنا ناطر إذن ولا الرجل ولا أي أحد آخر لتقدر هي تكون فاعلي بالمجتمع وتشارك بالقرار أنا برأيي 111 امرأة أنا بتمنى يوصلوا كلهم لو كانوا من أي خط سياسي نتموا أنا برأيي المرأة ممكن تصنع العجائب ونحن بنعرف قديش المرأة بتقوم بعملها بأداء التفاصيل يعني ما إحنا معروفين كنساء بيقولولك أنه إذا بدك كل شيء يكون منجزع تيه للمرأة هي بتنجزه فأنا برأيي هيدا تطور كتير كبير وأنا على ثقة تامة أنه بالانتخابات المقبلة بعد أربع سنين رح منلاقي كمان هالعدد ويمكن أكبر ورح منلاقي عدد أكبر كمان من الشباب مرشحين جودلاك رح نشتقلك بالأم تيفي جاسيكا بس بالكي مشوفك بالبرلمان تانكيو